أزمة الكهرباء في العراق إحدى أكبر المعضلات التي تعاني منها البلاد منذ 2003 وإلى اليوم تعاقبت الحكومات وتكدست الوعود بحل الأزمة حتى ذهب خيال وزير النفط في عهد المالك حسين الشهرستاني إلى القول إن العراق سيصدر الكهرباء إلى دول الجوار بحلول العام 2013 غير أن تلك الأزمة مثلت بابا لأكبر صفقات الفساد التي شهدها عراق ما بعد الاحتلال حتى قال مختصون أن الأموال التي صرفت على الكهرباء في العراق تكفي لشراء أكبر شركات لإنتاج الطاقة في العالم وجلبها إلى البلاد أكثر من 40 مليار دولار أقر وزير المالية في حكومة المالك باقر صولاغ انفاقها على قطاع الكهرباء ولا تغيير يذكر بل مجرد عقود شبه وهمية توقع من قبل سماسرة الأحزاب المتنفذة الذين يتقاسمون السيطرة على الوزارات تأخر الأزمة كان يظهر جليا في فصل الصيف اللاهب اختصر درجات الحرارة أحيانا إلى أكثر من 50 مئوية في بعض المحافظات ومع انعدام الكهرباء يصبح العيش في مثل هذه الظروف المناخية بالغ الصعوبة وهم فجر تظاهرات تواصلت لسنين متعاقبة في عدة محافظات لكنها في الواقع لم تغير شيئا غير عهود جديدة تطلقها الطبقة السياسية إيران لم تكن لتغيب عن الأزمة فقد تبنت تصدير الكهرباء والغاز لتشغيل محطات التوليد للعراق وبأسعار مرتفعة ما أثار تساؤلات عديدة عن السبب الحقيقي وراء إصرار الحكومات المتعاقبة على استيراد الكهرباء من طهران بدلا من استثمار تلك الأموال لحل أزمة الطاقة علاوة على ذلك كله تخرج حكومة الكاظمي بحل أثار استهجان العراقيين إذ أعلنت عزمها إنشاء مفاعلات نووية لغرض توليد الكهرباء وقياسا على ما جرى خلال ثمانية عشر عاما من انحدار على مختلف الأصعدة يخشى أن تتحول أزمة العراق من كهرباء إلى نووية تدفع سكان البلاد أو ما تبقى منهم إلى الهجرة ترجمة نانسي قنقر